السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة موضوعنا لهذه الحلقة متى لا يجوز المسح على الجوارب بداية أعزائي هذا الأمر يشكل لبسا كبيرا عند عدد كبير من الأشخاص بالتالي يجب أن يكون لبس الجوارب في الأساس على طخارة فمثلا نقوم بالوضوء ولبس هذه الجوارب ومن ثم نستطيع المسح على الجوارب إذ لم نقوم بلبس الجوارب على وضوء ذلك الأمر يعتبر باطلا وفي حالة أخرى من الممكن لا يجوز المسح على الجوارب إذ مر 12 ساعة على لبس الجوارب نفسه والوضوء على نفس الوضوء والطهارة الأساسية فبالتالي يعني كل 12 ساعة يجب أن تقوم بشلح الجوارب والوضوء مرات أخرى أتمنى لكم دواما الصحة والعافية وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله إلى اللقاء